أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الدوان الملكي عن خالص الشكر ووافر التقدير إلى جميع وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية وإلى القطاع الخاص وإلى كل من ساهم وقدم من جهود وطنية مخلصة ومقدرة في الأعداد والتنظيم للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوفير كافة التسهيلات والإمكانيات والترتيبات المميزة بضيوف المملكة الكرام مما كان له الدور الكبير في نجاحها وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التي تليق بالمكانة المرموقة لمملكة البحرين ودورها القومي بقيادة صاحب الجلالة أيده الله كما عبر معالي وزير الدوان الملكي بهذه المناسبة عن شكره لجميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الغالية على تعاونهم البناء والمثمر مع الجهات المعنية أثناء انعقاد هذه القمة العربية المباركة مقدرا كل التقدير لكل من ساهم بجهده وعطائه لإنجاح هذا اللقاء العربي التاريخي الذي احتضنته البحرين بلد المحبة والسلام والتسامح والتعايش متمنيا معاليه للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يديم على وطننا الغالي العزيز عزه ورخاءه وأمنه واستقراره وأن ينعم على الدوام بالخير والتقدم والرخاء والازدهار